في فقرة صحتك Leh هذا اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم وهذا الموضوع افتكر واحد من أهم المواضيع خصوصا في المجتمع الكويتي لأن المجتمع الكويتي يصنف واحد من أكثر المجتمعات اللي فيها أو منتشرة فيها السمنة لذلك السمنة هي تعتبر واحدة من أكثر المشاكل المرضية مثل ما قالنا المنتشرة في الكويت والتي ينتج عنها الكثير من الأمراض الأخرى وهي البوابة للأمراض الأخرى كالسكري والضغط وغيرهم الأمراض وقد ازداد مؤخرا الإقبال على عمليات التكميم شفط الدهون وغيرها من العمليات التي ممكن أن تسبب المشاكل الهضمية إذا قام فريق مختص من الأطباء بجراحات وأمراض السمنة خلونا نستضيف معنا ونرحب معنا في الأستوديو بالدكتور طلال الخضر دكتور صباحك الله بالخير صباح النور يا هلا الله يسلمك ويعزك الساعة المباركة دكتور أول شي نريد أن نعرف هل هذه الإحصائية صحيحة أمية بالمية لأن نسمع أن الكويت هي ثانية أفتكر على الدولة بنسبة السمنة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سعيد أنكم تجاد معكم اليوم في البرنامج الرائع نرى طبعا مثل ما ذكرت أنت مرضى السمنة هو مرضى العصر السمنة عندنا مو بس بالكويت بالعالم كلها حتى أفريقيا فيها سمنة وأوروبا طبعا الكويت تحتل المركز الأول العالمي الأول نعم بالنسبة لأدد سكان مع المصابين بالسمنة يعني نحن عندنا القراءات حاليا عندنا تقريبا خمسين مليون من النساء عندهم سمنة والأطفال كذلك سمنة الأطفال والرجال شنو مشكلة السمنة عندنا من الكويت ليش نحن عندنا هلقام العالي هذه لأن ما عندنا ثقافة في مرض السمنة مشكلة نحن لا نشوف السمنة كمرض ناس يعني مثلا مرض السكر الشخص إذا في سكر أو واحد من أهله في سكر تلقى يعني يعالج ويبحث عن العلاج ويداوم عن العلاج أو الضغط أو غيره أو مشاكل القلب يعني أو الكلا أو غيره بس لما تتيع على مرض السمنة هني يصير شوية يعني الأمور لاكس أكثر يعني خصوصا مثلا الأبو ما ينصر حيالي فيهم سمنة مفرطة والأم أنه لا خلاص يعني بس نزل وزنك شوية يعني ما يشوفونه كمرض والحقيقة أن مرض السمنة يعتبر من أخطر الأمراض الموجودة في العصر ليش؟ لأنه يسبب سكر وضغط كليسترول أمراض القلب حشاشة العظام حتى الأورام يعني آخر الدراسات تثبت أن أورام القولون في الرجال والبروستاتة حتى نساء عندهم أورام ثدي نسبتها في السمنة أكثر حتى نسبة وفيات جميل فالكويت نحن طبعا متصدرين العالم ليش؟ مثل ما قلت لك إنه ما عندنا ثقافة ناس تنصح ناس بس هم ما عارفين من المرض أنا قلت لأ واخر العمليات واخر عن الاستشارات زين ومنهاية أنت تكون مضطر يعني أنت المنظر رحيك يوم أكيد أنك رح تعاني من أحدى هذه الأمراض دكتور طلال بس نوضح لأستاذة المشاهدين أن دكتور طلال ومجموعة من الدكاترا يعطيهم ألف عافية قاموا بتأسيس خدمة مجانية تطوعية هذه خدمة مجانية تطوعية تحمل اسم ألو دكتور بالضبط عدل بس أعدنا أننا بناخد عليها تشارل بتاعدنا عليه لا الحمد ولكن الحين سنكون مجانية ولا رح تكون مجانية مجانية الخدمة دكتور كلمنا شوية عن هذه الخدمة ومتى وشلون أسهمتوا في أنكم اترسون الثقافة الثقافة المرض سنقول مرض السمنة على سبيل المثال طبعا نشوف أنا مثل جروب كامل معي دكتور علي الجوعد دكتور مينة الحدد ومعنا مديرة أعمالنا بعد السادة الطيفة الظاهر هي السوبر كويتيناني نعم فقعدنا اجتماعنا شوفنا طبعا أن الناس تتتقف تتعرف عن السمنة عن الجراحات يعني فيها سئلتي كوايد إذا مو بالتلفون حتى بره يعني بالمستشفى أو غيرها ففكرنا أننا شون نخدم الناس يعني بحيث أن السؤال لما تسأل إيك الرد بالتلفون عساس تكون مخزن عندك ففكرنا من فكرة هذه أن تكون خدمة رد على استفسارات وطبعا حتى مو بس يعني كإجابات حتى كنصائح عن الأمراض كتوعية توعية تستميز دكتور نعم الإجابات تكون مفصلة مفصلة على حسب السؤال أي بضر بس أنه هل نشخص ونعالج لا طبعا لأن التشخيص والعلاج ما يتم منها عن طريق طبعا فاحص وغيرها طبيعا بس نحن على الأقل شوية يعني نوضح الأمور أكثر أنه والله مثلا نوجه الشخص كيف يسوي مثلا تحاليه معين احتاجها أوكي والله تحتاجتي نشوفه كاستشارة أو لا جميل جدا أو معلومات عامة جميل اتفضل فالفكرة طبعا مثل ما تقول في فكرة الو دكتور استشارات طبعا على مدار الساعة هنا السؤال ونحاول أن نقع في القروب كامل ونطلع أحسن إجابة للسؤال دكتور شلو أكثر الأسئلة التي توصل لكم على خدمة أهل ودكتور والله شوف هي أسئلة التي تشوفها عليها أقبال شديد طبعا شوف طبعا المشاء الله البنات عندنا هم شوي متابعين أكثر من الأجل العرف فطبعا عمليات تجميل وايد هي التوب عمليات تجميل عمليات تجميل تجميل يعني عموما بأتراهولات وغيرها وشباب بنات أكثر وبعدين السمنة السمنة طبعا هي وايد عن السمنة عن عمليات عمليات سمنة نواعها وغيرها وشنو حدث الطرق وبين معكم دكتور رينج الأعمار بين كم و كم يعني هي شوف الأعمار يعني بين 16 ممكن توصل إلى 60 و 70 اللي يدزون أسئلة اي اي تمام جميل تقريبا ما أخذ كل الأعمار جميل الآن دعنا نتكلم عن الخطوة الثانية بعد ما يستفسر عن طريق الخدمة اللي هي قاله دكتور دائما أنتوا أعتقد يعني على حسب كلامك أنتوا تنصحونهم بالاستشارة ومراجعة الدكتور فلما ينكم دكتور ولمن ينكم الاستشارة وهذا هل ممكن أنك نتكلم عن السمنة بالتحديد هل من الممكن أن يوضع لهم برنامج غذائي أو يعني ما نضطر أن نوصل للجراحة في علاج هذه السمنة فهمتك شوف أول شي لازم نعرف أن بداية أي علاج هي ثقافة نعم أن السمنة مرض هل سيتخเป بعدما نتكلم في الشخص أن السمنة مرض يعرف ويتأكد أن السمنة مرض هل سيتخeremy في المثلث العلاجي المثلث العلاجي وهو أساس النظام القذائي نظام قذائي هو الأساس ليس العمليات ورياضة النظام القذائي عليه ثلاثة أربعة ו�ceğ іти إذا الشخص أكله صح نظام الغذائي عنده صح دائماً راح يكون محافظ على الجسمه بس هناك طبعاً كل المريض يختلف عن الثاني فنحن نقيسها على حسب المريض فيه مثلاً شخص دخل في السمنة المفرطة فهني أنا ما قدر أخليه عن نظام غذائي ونطلع من ينزي وزنة بتدريج ممكن يدخل في مشاكل السمنة فهني ممكن في بعض الحالات نحتاج إلى كتدخل جراحي ليش نفكرة منه تدخل جراحي لأساس أن نطلع الشخص من مرض السمنة وبعدين نحافظ عن طريق المريض ورياضة نعم جميل فيه برنامج أكيد طبعاً فيه عندنا برنامج خاص على كل شخص أول ما هي عندنا نسوي تحالي شاملة ونحسب كتلة الجسم ناخذ تاريخ المرضي كامل وبعدين على أساسه نبدأ في الخطة العلاجية تمام دكتور عندي سؤال أخير وصلتنا عدة يعني تكلمنا عن مع الناس أو الفيدباك اللي أخذنا من الناس أنه فيه هناك طرق علاجية للسمنة عن طريق السيليكون أو حقن المعدة بالبوتوكس أو شغلة شدي ياريت بس تفضح لنا ياهد إن شاء الله بس قبل أقولك الشغلة هذه طبعاً عندنا عمليات سمنة يمكن أكثر من 400 عملية أوكي عمليات وايد 400 عملية أكثر بعد أكثر أنواع تقصد أنواع يعني أنواع العمليات كثيرة غير بالونات والسيليكون أكثر شيء منتشف دكتور فهي في أربع عمليات معتمدة وحاصلة على الاعتراف العالمي كعمليات سمنة آمنة وناشحة اللي أهم اللي هي أعملية تكميم تكميم وتحويل مسار نعم وحلقة المعدة والبانون والبانون أوكي نعم فطبعاً طلعت في طي المعدة وطلعت حين سيلكم وبر سيلكم وبوتوكس هذه كلها ففكرة الأبر هذه طبعاً هي فكرة البوتوكس أساساً هي تشل عضلات الجسم أوكي فالمكان حكم فيه البوتوكس تنشل عضلة فالمعدة ما تأخذ يعني ما تقرأ تأخذ من الأكل فيصير في لوعة وممكن السفراء غويرة بس إنه كان ينزل وزن ما فيه أي دراسات تثبت شغالها نجربتو دكتور هذا لا نجرب لنا معتمة عالمية حتى الشخص اللي يفتكر الفكرة هذه هناك أمريكا رفوضة وقال لازم أوشي تسوي دراسات عليها بعدين يلا نوافق فراح طبعاً وين راح لبنان وهناك يشتغل عليها يعني سوى تجارب على الناس بس استلمة أخذ فيها الأبروف لا ما فيها لا تأبروف وفي طبعاً الحالي اللي هو الكابسولة كابسولة البانون اللي يبلعها الشخص هذه هم من الشيالات تنتفخ هم تنزل وزن يتكي أجراء هم آمن وسيف يعني يعطيك ألف عافية دكتور كان الحوار جداً مثري وأتوقع لحين الناس يعني يعرفوا أن جماعة ترى عندنا مشكلة مشكلة سمنة بالكويت وهي ثقافة مثل ما أتفضل الدكتور كل الشكر للدكتور طلال الخضر اللي هو استشاري جراحة سمنة وأيضاً مناظير وأيضاً أحد المؤسسين لخدمة ألو دكتور الهاتفية الاستشارية مشكور دكتور على حضورك الله دكتور إثراءنا بالمعلومات مشكوري ما قصرت الله يسلمك طال عمرك الله يسلمك يا دكتور